اخاننا اليوم لا يتم التعامل فيها مع الكيان الصهيوني بدقة كما تم تخصيص جزء للعقوبات والفتء لأنه النقائص تتمثل في أنه لم يتم الاستماع إلى وزارتي الخارجية والعدل هو تجريم التطبيع والاعتراف والتعامل زدناها خاطر يمكن كلمة التطبيع لا نورماليزا ما هيش كافية بي تحدد الحاجة هذه ومعض حطينا ما هو المجالات وحددناهم بدقة اللي ما يتمش فيها معناها التعامل مع الكيان الصهيوني ومن بعد فما جزء للعقوبات اللي يتم إذا كان طبعا ما الأخر نذكر القانون هذي يهم اللي عندهم الجنسية التونسية معنا نحنا في النهاية أنا ما يهمنيش فيه الآخر اللي الجنسيته ما هيش تونسية شنو بش يعمل معناها قاعد يطبع ولا لا ولا حاجة لكن القانون هذا هو موجود للتوينس بيانسور وتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني في كافة المجالات الحقيقة هنعتقد أنه التكست اللي خرجه هو متوفر وجود معناها الودرافت نتاعه نعتقد أنه تكست جيد يمكن نزيده نخدمه عليه في الجلسة العامة كان فما نقائص في التكست هذا حسب رأي هو أنه ما تمش استماع لوزارة الخارجية ووزارة العدل زوزوزارات بأهمية وزارة الخارجية ووزارة العدل في قانون بهذه الأهمية وقانون يهم زوزوزارات بشكل مباشر لا يتم الاستماع لهم مروين باش تفسر هذا؟ نفسر هذا بالعجلة والسرعة اللي لازم نخرجه بها القانون باش يعني نقدموه كإنجاز لبرلمان لم ينجز شيئا منذ تنصيبه بكل بساطة مع كل التضامن بطبيعة الحال مع القضية الفلسطينية ومعها ممكن الفكرة المبدئية متع تجريم التطبيع وكذلك نجتموه أيضا رائحة الانتهازية السياسية في الإطار هدايا ونحبو نزربو باش نخرجو على القانون هدايا الذي بصيغته هذه لن يلقى يعني مجالا للتطبيق وباش يقعد باش يقعد عنده قيمته الرمزية فقط نجموش نجموش نعمله قرارات نصوته على قوانين من النوع الزايا بسرعة هذه ما نجموش نعمله قانون يخص يعني مصالح الدولة التونسية دون الاستماع إلى رأي الدولة التونسية ممثلة في وزارة على الأقل وزارتي الخارجية والعدل نزيدهم الدفاع على سبيل المثال يظهر لي عندهم رأي في المسألة وليس من المحبذ أنه نعمله قوانين ونحن تحت وطأة العاطفة والأحاسيس والاندفاع ما تجيش وانتي في الوضعية هذه تعمل في قانون لتجريم التطبيع علاش لأنك باش تقدمه بعد كمنجز وباش تقدمه يعني باش تعطي صورة البرلمان الذي كان في كان في مستوى اللحظة اللي قاعدين يعيشوا فيها التونسة وقاعدين يعيشوا فيها قاعدين تعيش فيها بلادنا أنا يظهر لي وأنه أولا القانون هذية يعني يخلع في باب محلول يعني ما نتصورش مش ما نتصورش ما فهمهش يعني علاقات مؤسساتية وعلاقات وطيدة مع الكيان السويوني بدرجة أنه وجب تجريم التطبيح هذا من ناحية ومن ناحية أخرى مراش أنه القانون هذية باش يلقى سبيله إلى التطبيق خاصة وأنه أنت في منحة رمزي متع موساندة للقضية الفلسطينية ليظهر لي معناها ما سواء في توطيئة الدستور سواء في الخطاب الرسمي متع الدولة التونسية معنا ما نثبته حتى حد لا في الداخل لا في الخارج في مسألة تضامن التونسي مع القضية الفلسطينية هذا الحقيقة راه يعني حاجة زيدة اللي باش يصوت عليها باش يصوت عليها المجلس بعد مهرجين خطابي بتباعة الحال نهار الاثنين حول ما يقص القضية والتضامن وكذلك في آخر الأمر ما هوش حاجة اللي باش باش تعاون التصوير التضامن مع الشعب الفلسطيني كان من تونسي داخل وكان كذلك من الخارج باخرة محملة بالمساعدات تجي من فرنسا ترسو مساء اليوم بميناء حلق الويد بخرة قادمة من فرنسا محملة بمساعدات من الجيلية التونسية بفرنسا لفائدة الشعب الفلسطيني بما قيمته حوالي 30 تون تتوزع على 6 شاحنات كبيرة باش يتم شحنها في تائرات وارسلها الى مطار العريش بمصر في غضون 10 يام وفق افادة رئيس الجمعية الدولية والبادرة هذي الانسانية جيت بالتنسيق بين تنسيقية جمعيات الجنوب التونسي في فرنسا وبالتعاون مع الجمعية الدولية للتعاون والتنمية وتحت اشراف الهلال الاحمر التونسي والفتلان وشاحنات باش تتواجه اليومي لملعب الشيد ليزويتن ليتم لاحقا شحن المساعدات في تائرات مساعدات جي من فرنسا تونسا اللي موجودين في فرنسا بدورهم يساهموا في هالمد التضامني نرش هاجر اذا كان عندك مدقول في الموضوع حتى في موضوع التطبيع قبيريك ما سمعتش رأيك هي في موضوع التطبيع معنا أنا منوافق مروين في اللي قالوا كل اللي هو يقعد رمزي هو اللي الفامانيس معنا انتهازين معنا يستقلوا في اللحظة هذين منجموش ننقروه في المشكل حتى في السياسيين اليوم أنا نشوف معنا على وسائل التواصل اجتماعي في ناس تعمل في محاكم في محاكم معنا فيغتويل محاكم جماعية وتقرر من غير اثباتات بناء على شنو بناء على ما نعرفش من غير اثباتات يعني فاما ناس مثلا خرجت وعمل التصريحات وقالت ايه مستعد نعطي فلوس لإسرائيل لكن بصفة عامة معنا اليوم فاما ناس ما تتقرر بناء على حتى شي بناء على يمكن ساعات من حبش نقول على ديانا من حبش نطيح في البيج اللي قاعدين يلسقونا فيه الاتيكات اللي قاعدين يلسقونا فيها متاع الانتي سيميتز مجموش كونو تلفصو كعرب انتي سيميت احنا نسوم دي سيميت اما جستم معناها كليوم كما قاعدين نقول اليوم فاما ناس مسؤولين تقرأ الستاتيو على الفيسبوك وتمشي في نفس الاتنية هذيك هي الشعبوي اللي قاعدين نعيشوا فيها توا تم تصويت على قانون يجرم من التطبيع منيش ضد اما بعد تطبيقه كما قال مروين وصوتو ان شاء الله من اذا كن السياسيين اليوم يحطوا ناس في الحبس وبعد يقول توا اللي ما عمل حتى يخرج معنا يبشتلوم على الناس المساعدات تجي من مواطنين بالخارج في فرنسا بتحديد بطبيعة حاجة حاجة باهة حاجة نحيي وهام في انه اللي موجودين في فرنسا تنظموا ويعني مولو المد هذي اما مش بش اقول حاجة خائبة لانها لانها تطرح على الناس كل المسألة ايصال المساعدات هذية هي المشكلة الحقيقية المشكلة الحقيقية معنا عمرو ما كان في انها تكون موجودة ولا في انه نلموا او حتى في انه نوصلوها لمطار العريش في مصر اما كيفاش مش تدخل الغزة في مع الحكاية معبر رفح هذي هالي هالي وحده يكسر والاخر يبنيه والاخر مش فهمين بالضبط شكون يتحكم شكون يسكر شكون يحل شكون كذا وخلطنا معنتها الى يعني نحيي وفي انجاز انه دخلت عشرين شاحنة هالي هي عشرين شاحنة رأي تقريبا تمثل ثلاثة بالمئة من الترافيق العادي فيما يخص غزة معنا هذي الحقيقة مؤلم في حد ذات والحاجة الاخرى اللي كان نسمح لنفسي باش نعمل باش تكون باش تكون نفهم نوع من النوع من النصيحة حتى لمواطنين اللي حبوا يعاون وما يعرفوش كيفاش يعمل وكذا ديما ماذا بينا نفضل الفلوس ديما كتمشي الهلال الاحمر وكذا تعطي مساهمة نقدية وهما يتصرفوا فيها بمعرفتهم حسب الحاجيات حسب كذيرا وديما احسن هلال الاحمر وطلب مساعدات نقدية في كان شفتوا الاسطوري انتها سوهير بن عمارة يعني عمو مشي تعاون فيهم في الكرام وقال وراية الطيارة تتكلف علينا مئتين مليون كيروزين ديجا معناها المساعدات مئتين ألف دينار باي مارسي وليد بشي عاون معناتها بايهو بايهي المساعدات العينية العينية أمره عمليا أسهل بالنسبة للناس اللي تدير في المسألة هذية أنه تعطي فلوس موصلين بعد شوية في المد التضامني مع القضية الفلسطينية المحامين كانوا في يوم غضب في المحاكم التونسية وعدة شعارات اليوم تم رفعها قبل هذية بشي نسمع عنوين الأخبار من ترجمة نانسي قنقر